ما هو التوحيد؟ قد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ يقول نعم موحد ما هو التوحيد يقولك؟ التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به هذه أمور خاصة بالله لا يمكن أن يشرك مع الله أحدا في ربوبية في ألوهية في الأسماء والصفات التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى توحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق والرازق والملك التوحيد الربوبية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة لا يُعبد الله سبحانه وتعالى التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأسماء والصفات لا يمكن أن يُعبد الله التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأن نثبت كل ما أثبت الله لنفسي و أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء والصفات ونفى كل ما نفى الله عن نفسي و نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونفى كل ما نفى الله عن نفسي و نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم نفى الله عن مماثلة الخلق لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثلة المخلوق الناقذ تُّكَ مَنْ يَيوكُوهِ اللَّهَ سُبْحَانَهُ والطَالَهَ تُمُطَانُّوكَنَّا تُمُطَانُّوكَنَّا تُمَكِيشَةً تُمُطَانُّوكَنَّا ني برمنيا نهاكو في شوالين مأخرين سيأونا قوارنا مع شعورا غسل ونحن نهر نعم نقول آمننا صدقنا السلامنا ولا نسأل ولا نقول كيف والله أعلم تُكَفُقَ دُوتِي تُرِيَمَيَي ترجمة نانسي قنقر